بعد نهاية كأس الكاف في الجزائر الذي انتهى بتتويج اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم طار رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي إلى المغرب رفقة عائلته حيث يتواجد هناك من أجل الراحة واجتماع مع فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ويأتي لقاء موتسيبي والقجع وسط أنباء عن تظهر العلاقة بين الرجلين وشجار حدث بينهما على هامش اجتماع للكاف في الجزائر وأكدت مصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن موتسيبي سيلتقي لقجع من أجل إذابة الجليد وقالت وسائل إعلام مغربية إن هذا الاجتماع سيكون من أجل الحديث عن مجموعة من الأمور والتي تتعلق بكرة القدم الافريقية والاستحقاقات المقبلة التي ستشهدها القارة الصمراء واعترف المصدر بأن هناك اختلافا في الرؤى بين موتسيبي والقجع في بعض الأمور لكنها لا تتجاوز ما هو كروي وأن كل طرف يحترم الآخر وزاد المصدر ذاته أن موتسيبي قرر زيارة المغرب بحكم أنه سيكون حاضرا في مباراة إياب نهاء رابطة الأبطال الإفريقية والمقرر أن تجرى يوم الأحد المقبل حيث يستقبل فيها نادي الوداد الرياضي فريق الأهل المصري على أرضية ملعب محمد الخامس من أجل تحديد المتوجب النسخة الحالية ووفق موقع كورة فإن العلاقات صارت باردة بين الطرفين بشكل واضح وظهرت ذلك خلال حفل جوائز الفيفا لاختيار أفضل اللاعبين إذ لم يظهر لقجع وموتسيبي معا مثل ما تعودا وبعدها لم يتواجد موتسيبي في افتتاح مونديال الأندية بالمغرب واكتفى بحضور نهائي ولم يجد في استقباله فوز لقجع كما ظهر الطرفان متباعدين في بروتوكول توزيع الجوائز وهو ما تكرر يوم 14 مارس الماضي في كيغالي بيرواندا وقرر موتسيبي المبادرة بالسفر مبكرا للمغرب رفقة أفراد أسرته في زيارة خاصة حيث يرغب رئيس الكاف حسب المصادر غريداتها في البقاء لفترة طويلة في المغرب إذ سيحضر أيضا نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد باريس والتي سيصدفها المغرب نهاية الشهر الحالي وقالت المصادر إن موتسيبي يمهد بهذه الزيارة لضفر المغرب بتنظيم كان 2025 الذي تم سحبه من غينيا ترجمة نانسي قنقر